شملت زيارة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة لاليا علي كامرا للحضرات الوطنية لأوليقات مختلف مكونات وأرجاء الحضرة التي تشكل إحدى الفضاءات التي تعيش فيها أينات من الحيوانات المختلفة محطات عدة كانت أولها زيارة المشتلة التابعة للحضرة والمخصصة لغرص أنواع من الأشجار يمكن أن تساعد في جهود استعادة الوسط الطبيعي لما كان عليه قبل سنوات الجفاف وما توفره المشتلة من أصناف من الأعشاب لتغذية الحيوانات بالحضرة ضدلا عن كونها مكانا لزراعة الخضروات لنساء قرية أوليقات كما تمت معاينة المساكن المخصصة لأنواع من الطيور والحيوانات المختلفة والتي تضم النعام والزراف والمهل العربي والجنوب إفريقي والتي تقطن كلها الحيز الأرضي لهذه الحضرة التي أمست فضاعا لتعايش خمسة عشر صينفا من الحيوانات البدية والتي اختفت بالفعل أو على وشك الإنقراض وحضيت بعض المشاريع طور الإنجاز من أنابر وورشات وآليات للري بتوقفات استمع فيها الوفد الزائر إلى شروح مدير الحضرة السيد سيد أحمد الباب حول سير تنفيذ هذه المشاريع وما ينتظر أن تضيفه من تحسن في تسيير أمل الحضرة واختمت الزيارة باجتماع مع أمال الحضرة حضره الأمين الأم للوزارة وإدارة الحضرة خصصا للإستماع إلى المشكلات المطروحة للحضرة عموما ولأمالها على وجه الخصوص الهدف من هذه الزيارة هو الإطلاع على بئة وظروف عمل حضرة أوليغيت وقد سررنا برؤية تقدم الملحوظ والعمل الجبار الذي تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الأخيرة رغم الإمكانيات المحددة كما أرى أن هذه الحضرة تعتبر مشروعا هاما وأساسيا ويجب على الجميع تقدم الدعم والمحافظة عليه كما أن لهذه الحضرة دورا تعليميا وتواصليا للأجيال القادمة أتمنى حين تفتح أبواب الحضرة أمام الزوار أن تلقى إقبالا هاما في مجال السياحة الإيكولوجية حيث أن كل البنى التحتية متوفرة وتشكل مثل هذه الزيارات إحدى الورص التي يعول عليها لنقاش مختلف العراقيل التي قد يعاني منها المرفق المزور والبحث لها عن حلول مناسبة من طرف القطاع الوصي ترجمة نانسي قنقر